بداية تم تسجيل نفوق عدد كبير من رؤوس الأبقار بالمناطق الجبلية بولاية جيجل على غرار قرية أتروي والتفاصيل نتابها مع أيمن عبد الرحيم ونجمة بوكش عادت من جديد ظاهرة نفوق الأبقار حيث توسعت لقعتها لتموس عدد آخر من المناطق الجبلية بولاية جيجل على غرار قرية أتروي ببلدية ولاد عسكر التي شهدت نفوق ما يقارب 13 رأس من البقر وقرية حارق ديسة ببلدية الشحناء تلت أبقار ديجا هنا في المشتن تحارق الديس في ولاد عسكر 15 ولا 13 الحمد لله رأي في الفيسبوك ماتولوا السعية رهجول السعية عندك البولاي هنا في الناحية تحارق الصف البولاي كيف كيف ماتولوا الجج هذه المادة راهي أطرت عن الناس ديجا البقرة أبو الدليل على هذا أكتشوف البقرة ميتا هنا في المشتن تحارق الديس عندها ديك 4 أيام وأنا نتأمل فيها الدب ما كلاهاش لمعرفة الأسباب تنقلنا رفقة رئيس الفيدرالية الولائية للصيدين إلى بعض هذه النقاط وبعد توغلنا في الأماكن التي سجلت فيها حالات نفوق بعض رؤوس الأبقار تبين أنها فقدت الرأس بسبب تسامم إصرات نولها لأدوية تستعمل للقضاء على الخنزير والذئاب عيشت معنا على المباشر في الغابة في الخرجة الميدانية هذه واشتب عينكم المادة السمة هذه وهي مادة الكناص اسمها كناص وكان مادة واحدة أخرى لكاوهاوسي اسمها مادة تيانتي تيانتي مختصة في القضاء على الخنزير وكيف موتوا بها حتى سعياتها عن الناس نطلب من جميع اللي يبيعوا المدخلات الفلاحية هذه لقرونوتي باش يتحققوا من الناس اللي قاعدة تقتنع لهم الأدوية لأنها فيها أدوية خطيرة جدا ممكن رأي على حسب العلم تعيس تعملت بغارض القضاء على الخنزير فتسببت في كوارث بموت رؤوس الماشية وضعية كبدت أصحابها خسائر مادية معتبرة في وقت وجيز بسبب تناول ماشيتهم لبعض المواد السامة التي من المفترض أن يتم استعمالها في محاربة والقضاء على الخنزير والذئاب